أين العرب من هذه المظاهرات؟ نحن ما شفنا أن هناك قوة عربية تساند اليسار أو الوسط الإسرائيلي في الشوارع لتتظاهر وتقول أيضا لا بدي أفسر سلوك العرب أو شرائح واسعة و بدي أقول رأيي بالنسبة للمشاركين من أجل تفسير السلوك عدد كبير من المواطنين العرب يرون بأن المعركة داخلية بين هذا التيار وذاك التيار ونحن لا في العير ولا في النفير لا ناقة لنا ولا جمل الكثير يرون ذلك بالإضافة إلى الغضب العادل والمشروع والصحيح مما يسمى باليسار الصيوني بين قوسين هو الذي ارتكب النكبة هو الذي ارتكب الحكم العسكري مجدر الكفر قاسم عدوان 67 يوم الأرض 76 أكتوبر 2000 يوم القدس والأقصى وأيضا حتى عندما دعم الغالبية السحق من شعبنا إهود براك لرئاسة الحكومة تلقينا أكتوبر 2000 والشعار لا يوجد شريك فلسطيني وبداية الانتفاضة الثانية أيضا عندما أوصينا على جانس ذهب إلى نتنياهو وأيضا حكومة يائير لبيد نفتالي بنت قتلت من الفلسطينيين في الضفة الغربية أكثر مما قتلت حكومات نتنياهو بال13 سنة التي سبقتها لهذا فهناك غضب عادل ومشروع لدى أبناء شعبنا تجاه ما يسمى المركز يسار صيوني هذا الغضب مفهوم ومبره ولكن لنفكر بعقل ما هو الموقف السليم انظري ماذا تريد هذه الحكومة هذه الحكومة تريد أن تقضي كليا على الهامش الديمقراطي كليا يعني أنه أنا أتحدث مع العزيزي جزيل خوري الآن هذا جزء من المساعة جزء من الهامش الموجود هذه الحكومة تريد أن تقضي كليا على الهامش الديمقراطي هذا ليس فقط تغيير القضاء في المحكمة العليا وإنما الخطوط العريضة للحكومة وأيضا 143 قانون لو نفذ منها عشرة قوانين لا قضي على الهامش الديمقراطي بالنسبة لنا نحن بالنسبة للمتظاهرين هناك أنواع هناك من يريد سعيد دولة يهودية جوهرية المحامش الديمقراطي ولكن هناك قوة أكثر يسرية مثل المصوطي ميرتس الذين يريدون أكثر ديمقراطية والتجديد على هذا البعد ولكن أنا برأيي السؤال الذي يجب أن نسألوا نحن ماذا نريد نحن وليس ماذا يريدونهم نحن أولا ليس من مصلحتنا التقليص أو القضاء على الهامش الديمقراطي الأمر الآخر الذي يحضر السوق يبيعه ويشتري الذي قاعد بيته ما يريدونه ينوبه فمفروض أن نذهب نحن بمبادئنا وأن نقول المواقف السليمة أن لا ديمقراطية مع السمرار لاحتلال لا ديمقراطية مع التمييز ضد المواطن العرب وأيضا ننضم لهم بقضية القانون وسلطة القانون ولكن أن نشدد على الأبعاد الأسسية الأمر الأخير الذي أريد أن أقوله العزيزة جزيل هو أنه في شيء جديد في دولة إسرائيل أولا هلع حقيقي من اليمين غير مسبوق من الـ 48 حتى اليوم الأمر الثاني لأول مرة غياب كل لليسار الصهيوني ميرتس لم تعبر نسبة الحسن فهناك مئات ألاف الناس لا يجدون عنوانا البعد الثالث بالتراكم أصبح هناك قناعة أنه لا يمكن الانتصار على نتنياهو واليمين دون وزن المواطنين العرب دون وزن المواطنين العرب